عائلات كهول وشباب حج من كل حدب وصوب إلى قصر المعارض لمعانقة الكتب من جديد بعد انقطاع دام لسنتين كاملتين ها هي الحياة تعود لسيلة ليعود معها محب الكتب والقراءة أنا كاتب راني سعيد أيضا لقائي مجددا مع القراءة في هذا الصالون سوف أقدم إصدار جديد هو يتمثل في رواية تحت عنوان المغفلون مجانية الأجنحة ما كانت من حوله حضور أكبر عدد من دور النشر من مختلف الدول إيطاليا ديف الشرفي في هذه الطبعة هذه العودة كانت منتظرة خصوصا بعد وباء كورونا بعد الأحداث التي مرت بها الجزائر ككتاب وكدور نشر وكأيضا قراء كان عنا شغف كبير بحدوث معرض كهذا ومعائلات المتعطشة للقراءة والكتابة صنع الاستثناء وبعث الروح الثقافية من جديد بعد أن أحكمت كورونا خناقها عليها